عايزين نعرف منك في البداية المفهوم العلمي لمرض الجدير المعين بص هو مرض فيروسي بيتنقل نتيجة فيروس اسمه الفاريسيلا الفاريسيلا ده بيتنقل عن طريق النفس والرزاز والقانتكت مع النفس المشكلة في الفاريس ده انه لما بيجي بيقعد يوم أو يومين يعني زي ما انت قلت اعراض برد عادي خالص ممكن يكون خمول الشهية مش حلوة حرارة ممكن تطلقت وممكن ما تطلقتش ممكن ما يبانش لسه عليه اي طفح جلدي خالص فالأم تقول لا هو مثلا في العمر ده مثلا عنده سنة ونص قصة وعنده ناب بيطلع او درسي بيطلع طب هو هيروح الحضانة عادي هو لسه ما ظهرش على الجلد اي حاجة خالص هتروح الحضانة فهيغلسوا عليها هيقول لها لا مش هيخش لشان هو سخر هترون لأ هم عندوش اي حاجة هو فعلا ما عندوش اي حاجة لسه بين عليه فهيدخلوه الفترة اللي هم اليومين قبل ما لطفح الجلدي هيظهر على جلد الطفل الفترة دي هو معدي فيها هيخش هيقعد في اماكن مقفولة مع اطفال النفس في بعض بيكوحوا وبعدين مع بعض بيتنفسوا فوش بعض هو عاد الحضانة كلها بعد كده بعد يوم او يومين بيبتدي بقى يظهر الطفح الجلدي فتقول لهم لا انا خلاص مش هجيبه تاني دلوقتي عشان هو عادي بعد ايه بالزبط طيب بس بقى في مرحلة الطفح الجلدي هو لسه معدي؟ هو بيفضل لحد ما الطفح الجلدي ده ينشف تماما يعني هو الطفح الجلدي ده بيعدي في تلات مراحل الاول حبيبات كده صغيرة حمرة بتبتدي طبعا في سيكونس معين في الجسم وبعد كده تقلب ان هي تعبي شوية سائل وبعد كده السائل ده تفتح وبعد كده تعمل قشرة لحد ما الحبيبات دي كلها والحبيبات دي كلها تنشف وتعمل قشرة الطفل ده لسه معدي تعلمنا كده اول ما الولاد وهم صغيرين اول ما تبتدي الحرارة ونبص في زورهم لقيهم تمام ما فيش حاجة تبتدي بقى ندور وراء الجدان حوالين البطن في حاجات كده بنعرفها بايدفو ما زالت نفس الاماكن بتضغط كده حقيقي اه هو بيبتدي فعلا كده وزي ما انتي بتقولي ده بيفرق كمان مع اطفال اللي عندها حساية حشرية فتيجي تلقوم تقول لا هو عنده احبه كتير بس انا هنزله و هخليه اختلط لان هو عنده حساية حشرية ودايما بيتقرس وبيعمل نفس المشكلة طيب ايه اسباب الاصابة بيه اسباب الاصابة بيه هو التعرض للفيروس نفسه اللي طفل تعبان تاني طفل عيان ابتدى ان هو كلها عدوى كلها عدوى لازم في عدوى حصلت الفيروس نفسه جاله انتقل من حد او انتقل عن طريق السائل اللي موجود في الجلد طيب يعني هو فيروس زي زي البرد مثلا كده يعني ما فيش حاجة شديدة الخطورة ما فيش حاجة شديدة الخطورة الا في بعض الناس مع اعمار معينة مع ان هو ماشي على علاج معين بينزل المناعة شوية فممكن الفيروس هنا يتفاقم شوية فيبتدي يعمل لنا اعراض جانبية اكتر شوية من موضوع الجلد بس ده مش معيني ده نسبة بسيطة جدا زي ايه مثلا نفهم لا ممكن يعمل لنا التهاب على المخ لا معمين بالضبط طبعا الاطفال الصغيرية الناس الكبار في السن الناس اللي ماشي على ادوية للمناعة بتصبت المناعة عندهم كل الاطفال دول او الناس دي بتبقى عرضة ان لو جالوا الفيروس ممكن الموضوع يتفاقم مع شوية احنا العدوى بتبقى عاملة زي يا دكتور بتبقى من النفس ولا من التلامس مع الاشرع يعني دلوقتي احنا عندنا حد مصاب بالجدري المائي في البيت هنتعامل ازاي هنتهر المكان المحيط به ازاي الهدوم لو عنده نايم بقى في السرير او في قوضة او كده التعامل بقى مع المخدات والملايات والهدوم نفسها ازاي هل بتتغسل مع باقي حاجات الاسرة بيأكل وبتتغسل حاجته الوحدها مش في نفس الاطباق وفي نفس استخدام الأدوات المائدة يعني مع بعض بيبقى الوحدها بحاجات الوحدها هو زي ما حالك تفضلت لا هو فعلا لازم بيتعز اللي واحده بيبقى في البيت وكل حاجة بس بيبقى معزول بحد المائدة طبعا بيبقى صعب شوي ان احنا نطبق الكلام ده لو فيه اطفال كتير في البيت او الامة عدا معاها اربع اطفال بيبقى صعب الموضوع ده بس بقدر الامكان طبعا بالنفس الاستحمام بتاعه المفوض ان هو يحاول ما يستحماش فأول من خمس لسبع ايام الفترة اللي فيه لسه فيها الحوايبات دي كلها فيها لسه مية طريق لما ييجي يستحمى وينشف الكلام ده ممكن يفتح الحوايبات دي وتبتهي تبقى معدية يستنشر العدوى اكتر الهدوم برضو بتاعته بتغسل لوحدها بتتحط عليها مطهرات معينة المفوض ان هو لما يستحمى ما يحطش اي كيميكالز ممكن تزود الهرش عنده فتخلين هو لما يهرش يعور نفسه اكتر المفروض ان هو طبعا ما بينزلش بقى ولا تمارين ولا بسين ولا كلام ده كله بالبديهية لان هو اصلا معدي